السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم في حلقة جديدة ومراجعة بناء على طلب أحد المتابعين عن مجموعة نيوتر جرو لعلاج تساقط الشعر المنتج بيشمل سيروم وشامبو على حسب نوع الشعر دهني أو جاف وطبعا لينا حرية الاختيار بين النوعين في حالة الشعر دهني أو جاف أو عادي بنختار طبعا النوع المناسب هوضح في مراجعة نيوتر جرو هيفدنا في أي نوع من تساقط الشعر بالتحديد وهل هو مفيد في علاج تساقط الشعر الوراسي أو لا في البداية مجموعة نيوتر جرو بتعتمد على تركيبة عشبية بجانب مجموعة من الببتدات والأحماض الأمينية اللي بتساعد في وقف تساقط الشعر وتغذية البصيلات والمساعدة في نمو الشعر هبدأ في البداية بعرض الشامبوهات واللي متوفر منها الشامبو مخصص للشعر الجاف والعادي ونوع آخر للشعر الدهني وعامة استخدامنا لأي نوع الشامبو مش كافي لوحده لعلاق تساقط الشعر لازم نستخدمه بجانب أمبولات أو سيرة مخصص لعلاق تساقط الشعر يبقى فايدة الشامبو هنا هو تحسين النتائج ووقف تساقط الشعر وطبعا هيكون بديل طبي آمن للشامبوهات الغير طبية المتوفرة في الأسواق ومع الاستخدام المنتظم لشامبو نيترو جرو بيساعد في وقف تساقط الشعر وحماية فروط الراس وسواء شعر بدهني أو جاف فإحنا بنختار النوع المناسب بجانب أن تركيبته عشبية بتساعد في تغذية الشعر وتقويته وتكسيفه التركيب عبارة عن هيكسابيبتايد مجموعة من الببتدات والأحماض الأمينية اللي بتساعد في تغذية وتقويت الشعر وإلى حد ما لها دور في تكسيف وتطويل الشعر مجموعة من المعادن منها النحاس والحديد والمغنيسيوم والزينك فيتامينات زي بايوتين نياسينامايد بنسينول لتغذية الشعر بيحتوي برضو على كافيين اللي بيساعد في تنشيط فروط الراس والمساعدة في نمو الشعر ووقف تساقط الشعر جرين تي إكستراكت واللي لي مفعول مطهر بيساعد في تنزيط فروط الراس بجانب أن مستخلص الشاي الأخضر من ضمن المواد اللي بتضاف تركيبات علاقة تساقط الشعر لتعزيز نمو الشعر وفي الحقيقة بناء على تركيبة الشامبو والفيدباك عنه فأنا بنصح باستخدام نيوتر جرو شامبو للعناية بالشعر وفي حالة أنك بتدوري على شامبو يوقف تساقط الشعر طريقة استخدام شامبو نيوتر جرو هتكون ثلاث مرات بالأسبوع على شعر مبلل بنترك الرغوة لمدة دقيقتين ثم يغسل شامبو نيوتر جرو بيتميز أنه خالي من أملاح الصلفيت والبرابن نيوتر جرو سيروم سواء للشعر العادي الجاف الدهني هو يعتبر العلاج الأساسي والمنتج الرئيسي في المجموعة لعلاج تساقط الشعر وفي الحقيقة من تجربتي وبناء على نتائج وتركيبة السيروم فهو فعال فعلات تساقط الشعر العرضي أو بمعنى تساقط الشعر المرتبط بسبب زي مثلا نقص فيتامينات ومعدم بالجسم أو تساقط الشعر الناتج عن حالة مرضية أو نتيجة الرضاعة والحمل في تساقط الشعر العرضي هللاحظ منه مفعول مميز خاصة مع الاستخدام المستمر والمنتظم لفترة ما تقلش عن أربع شهور وهوضح طريقة استخدام السيروم والمدة المناسبة لإتمام العلاج أما في تساقط الشعر الوراثي فمش بنصح باستخدامه في الحالة دي مش هلاحظ منه نتائج مرضية الحل لعلاج تساقط الشعر الوراثي سواء مادة منوكسيديل أو بلازمة أو ميزوسيرابي أو زراعة شعر كلها دي خيارات متاحة ومناسبة تركيبة نيترو جرو سيروم لعلاج تساقط الشعر عبارة عن مجموعة من الأحماض الأمينية مجموعة من البيبتدات ترايبيبتايد هيكسابيبتايد بجانب مجموعة من المعادن والفيتامينات اللي بتساعد في تغذية ونمو الشعر ووقف التساقط نيترو جرو حاصل على براءة اختراع في مركب ميتوجينيكس واللي بيساعد في تحسين دورة نمو الشعر وكمان زيادة مرحلة نمو الشعر واللي هي أناجين فيس وبالنسبة لطريقة استخدام نيترو جرو سيروم العبوة بتحتوي على 3 بخاخات كل بخاخ كافي للاستخدام لمدة أسبوعين بنستخدم منه 8 بخات على فروط الراس وأماكن الفراغات لشعر جاف غير مبلل مرتين باليوم صباحا ومساءا مع التدليك على فروط الراس وبنتركه بدون شطف بنستمر على الطريقة دي لمدة متقلش عن 6 شهور والنتائج بيلاحظها تدريجيا وفي حدود 3 شهور من الاستخدام المنتظم لنيترو جرو سيروم بيكون في نتائج ملحوظة في وقف تساقط الشعر ونمو الشعر مجموعة نيترو جرو السيروم والشامبوهات متوفرة في أوروبا ودول الخليج وبعض البلاد العربية سعر الشامبو في السعودية 91 ريال سعر السيروم 371 ريال وبنصحكم بشراءها في أوقات العروض والخصومات وطبعا في نفس حالات تساقط الشعر اللي عرضتها في نهاية المراجعة ما تنسوش لايك للفيديو والاشتراك بالقناة ومشاركة الحلقة تحياتي الدكتور صيدلي طارق محمد عبدالله اشتركوا في القناة